اشتركوا في القناة وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبول وأنني لم أخرج أشيراً ولا مطراً ولا مفسداً ولا ظالم وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جمدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أبي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام على أمير المؤمنين أطال الله في عمر الأمير إني أحمل إليكم نبأ من العراد أشتركوا في القناة قدل الحسين بن علي بل أحكم عاملكم على الكوفة وبيض الله بن زياد الطوق حوله في أرض يقال لها كربلاء أحسن فيما فعل إن لم تنل منه السيوف نال منه العطش وقتله ودى دمشق لو أنك تهدد الروم كما تهدد ابن بنت رسول الله يا أمير المؤمنين هند أنا تكفي عن التدخل في أموري الحكم يا هند وهل عهدتني أملي عليك أوامري كما يفعل نتماء فثور السلامي والسيرجون الرومي يا مطس سوى قردك لم تستشره بقتل الحسين بن علي ما من أحد يملي علي يا أفعالي وما ترينه من إبلاءات من بعض بطانتي ما هو إلا أخذ بقول الناصحين الغيرين على سلامة الأمة من بغي الحسين ومن خرج معه وتكلف نفسك بالاستماع إلى من أعماهم التعصب الأمر ومن أحشاهم من حب على آل رسول الله وتنسى حديث رسول الله بالحسين بل وتتجاهل مقامه عند جده والله لو لم يكن لك رأي في قتله لما أخذت ويوسوساتي شيطان كرمبي ولما بعثت بكتبك إلى أمصاري تأمر فيها عمالك بقضل الحسين لقد بات الأمر أوضح من أن وجه نفسي ببيانه فالشمس لا تنفك ناصعة وإن سمجت محاسمها بعين الأرمدي يا أهل الكوفة والله ما أخرج قوم قبلكم لقد يدر يد نبيهم والله والله ما تجرأ قوم على بقية أنبيائهم والله ما أعز الله قوما تلوا رقابهم للظالمين واشترعوا على خيرة المسلمين يا أهل الكوفة لا يهرنكم قول الزور ولا يخيف أنكم تغاة القلاع والقصور والله والله لا إن رفعتم على الحسين سيفا أو قناة رفع الله عنكم واسع رحمته وأنزل عليكم شديد رقمته بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مواجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحس ما في قلوبكم والله عليهم بذات الصدور صدق الله العليم العظيم واستعدوا للبلاء وعلموا أن الله تعالى حافظكم وسينجيكم من شر العذاب ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوذكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة فلا تشكوا ولا تقول ما ينقص من قدركم أستوضع القبول رقايا عمد زينب أين أمي؟ رقايا رجل أين يغير رجل رجل اشتركوا في القناة 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 عليك مني سلام الله محمد اشتركوا في القناة 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 مرني يا أمير الجند خذ معك ثلة من الجند واحمي الرأس الحسين وذب من فورك إلى النخيلة حيث مولاك ابن زياد فإذا وجدته قد عاد إلى كوفة فسر إليه دون أن تلوي على شيء لابد أنه يتحرق شوقا لرؤية رأس الحسين بين أيدي يا أختا تعزي بعزاء الله وعلني أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون وإن كل شيء هالك إلا وجهه تعالى والذي خلق الخلق بخدرته ويبعث الخلق ويعودون وهو فرد وحده يا أختا أقسمت عليك فأبر قسمي ولا تشق علي جن ولا تخوش علي وجهه ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا ألأ لك عليك مني السلام يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخبر حلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد عليك مني سلامنا ليسياد اشتركوا في القناة 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 إن المرض أشد عذابا لك من الموت وإذا مردت فهي شفيت خذوها من السجن المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة قتل الحسين وهذا كتاب ابن زياد إليكم المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة فيهم وقد أمر أن نسيرهم إليه ولكن أيها الأمير إن لعلي بن أبي طالب موالين في العديد من الضياع التي لا بد من سلوكها للوصول إلى الشام وقد تواجهنا الخطوب ونحن نحمل أبناءه بين مقتول ومسبي ومسبي سأسير معك ما أردت من الجند فلا يجرؤ أحد على مناجزتك موسيقى أراك تنظرين إلى طاق كسرى يا ابن تعلي؟ أولم ينشق طاق كسرى لولادة جد رسول الله؟ بلى فكيف بقلب رسول الله الآن ورأس ولده منشق عن جسده وحرمه سبايا؟ تشف يا ابنة الجوشة وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْ قَلَبِي يَنْقَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أنا ينبغي أن تظل الرؤوس على الرماح لا أن توضع في الصناديق وهل تريد أن تضاف رؤوسنا إليها؟ نخشى أن ندخل ضياعا فيها موالي علي ولا يريد الشمر أن يظهر الرؤوس أمامه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد قليل ستكونين الى جوار الحسين بن عمي انظري انظري الى تاك الكلب المتحفز انه يتطور جوعا ويتشوق لوليمة دسمة ان نيابه لا تبقي حتى على العظام القاسية فما بالك بعظام هند الطري النحيلة اما اعزمك هذا الكفر هرست عطو محينا من الحرير الفاخر كي ينعم منه جسامك يطفل ويولده المسافرة هند انا مشبرا على نوضخ هذا التوق لان الكلاب ترابع نوفها اطلق الكلب عليها مولاي افقا بولدي افقا بولدي والله ما قتل الحسين الا ليذل بقتله كل من يجهر بحق وينطق بصدق ويحرم الحرام ويحل الحلال ويحدث بشرع ويتورع عن طاعة المفسدين وعن مد يد البيعة لكل أفاك أثيم فإن كان رأس ابن بنت رسول الله يقطع فأبشر بالذل والهوان وإلا تغيقوا في القتال والصبر والسلوان موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 على يد ألعن خلق الله وأبغضهم إليه ما الذي أخرجكم لقتالنا ألا تعلمون من نحن؟ والله ما من شيء أحب إلى أنفسنا أكثر من اللحاق بسيدنا الحسين والتقرب بدمكم إلى الله الله أكثر من خلق الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حقا؟ اشتركوا في القناة 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 ولكما مقيدة وتفر مثلما زجر اذهب بعدد من فرسان واقتوني بها قبل حل الظلام فلا أظنها ابتعدت كثيرا ايا اشتركوا في القناة امه ما الذي حدث اين اخذ الشكينا ولكم يا ابناء الظلامة ولكم ويح هذه الرحلة لو حملت الجبلا على كتفي لكان اهوان علي من حملهم الى الخليفة وغوتا وحدينا وابتا واباهم ان موغي ابشري يا بدا تلك رام اشتركوا في القناة اللهم احفظ سكينك بحفظك واعطف عليها بعطفك إلاها بعينك التي لا تنام وبصونك الذي لا يبار اللهم احفظها من كل مكروه إنك سبيع مجيد يا رب يا رب من ذا يقنعني بأن ابنة الحسين تقتل ثلاثة من الرجال ومنهم زجر من؟ من يقنعني بهذا؟ ولكم يا آل الحسين لقد حانت منيتكم واشخصوا للموت وتهيأوا له معطء بالي بقصاص يزيد وابن زياد استعدوا للموت يا ابناء مؤمن خلات اللهم ان قتلنا فاعتصدنا من الشهداء عندك يا رب العالم ارجع إلى رسدك يا ابن ذي الجوشن لأن قتلتهم خسرنا جائزة مولاك يا زيد وربما خسرنا رؤوسنا أيضا إنها سكينة سكينة ابنة الحسين والله إلا أن وصلوا إلى يزيد لما تأخر عن عرضهم وصوقهم تشفيا بهم واستعلاء عليهم تشبرا وإمعانا بإدلالهم على إذن لن يتجاوز الله عن واحد منكم ولن يعطوا عن مؤمن حتى يكفر عن ذنبه لابد أن أحد ضعفاء النفوس أخبر الوالي فهو يجمع جنده لأمر لا أعلمه علم الوالي كيف؟ لا أدري من يكون من هؤلاء لا وقت للبحث عن ذلك الخبيث هل أمك نخرج قبل أن يداهمنا جند الوالي فنشغل عن أهل الحسين سكينة رحال في ماء عيّ بنا ما الأمر؟ ماذا في يحدث؟ لقد علم الوالي بما ننمي القيام به وها هو ينشر الجندة في كل مكان هيا تحرك هيا اشتركوا في القناة لقد وصلنا رسولك أيها الوالي فما سبب مجيئك؟ إليك هؤلاء الفرسان تصحبهم معك إلى الشام ولكن أحذر الدخول إلى الموصل فلا نريد أن نقاتل الناس فيكم وقد قتلنا قبلهم من كان يتربص لحظة وصولكم ليستنقذ منكم أهل الحسين سكينة ما قولك بسكينة؟ الله لا أدري عاتك إلا أن الله يهيئ للمؤمنين سبل الفرج من حيث لا يحتسبون أما كان ينبغي أن تعود إلى المدينة المنورة؟ ما أظنها تقوى على الابتعاد عننا لكن من الذي أعانها للوصول إلى الموصل؟ عمتي هل سأسمع صوت سكينة من جديد؟ وسترينها إن شاء الله ووالله ما من رزية أقرح للقلوب وما من خطب أدمى للفؤاد وأفرى للأكباد وما من عصية أشد على النفوس من تركنا حرائر رسول الله وبناته بين يدي أولئك المارقين على الدين الناكثين لعهد الله ورسوله الأمين أولئك المتبرمين من الإسلام تبرم الظلام من النور المعلنين لرزايا الفسط والفجور يا أشراف حلب يا أشراف حلب وشبابها إن كان قد عداكم القتال بين يدي ريحانة رسول الله وصبته وتجاوزتكم صيوف ابن زياد ويزيد فلم يفتكم في أهله الأجر والثواب فهبوا لقتال أعداء رسول الله وأنا الله لم أزيكم الثواب يوم الأجر والحساب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله عدد الرمل والحصاب وزينة العرش إلى الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله الذي ذبح أولاده بشط الفرات دون أن يدفع عنهم بالضعم والبلاء حتى التحقوا بالرفيق الأعلى طيبي العريكة معروفي المناقب مشهوري المذاهب لم تأخذهم في الله سبحانه لومة لائم ولا عزل عازل عبدوا الله صغارة وحمدت مناقبهم كبارة وكانوا للمسلمين خيرا أتدرون أي نفس نزعت إلى قتالنا أم بأي رجل مشوا إلينا ولا أظنكم تجهلون منقصت قلوبهم وغلظت أكبادهم وطبع الله على أفئدتهم وختم على سمعهم وبصرهم وسول لهم الشيطان وأملى لهم وجعل على بصائرهم غشاوة فهم لا يهتدون أيها المسلمون أيها المؤمنون ها هم بنات رسول الله يساقون بصيات على يد أشر الناس وأبغضهم إلى الله يساقون أطفالا زواعودهم ونساء ضمرت وجهون وإماما يسار به فوق رمال اللظم ألك حاجة ابنة رسول الله ما بها بها الذي أراده يزيدك بأهل بيت رسول الله والله لو عاد الأمر لي لأطلقتكم جميعا فتأسون لحالنا وأنتم تمدون نواصيكم لأمراء السوء يديرونها كيفما شاءوا هداكم الله إلى جادة الرشد والصواب يبنى رسول الله ألا تكلم هؤلاء الجند بما يغير حالهم؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن أشفقت على هذه الطفلة فأتي إلينا ببعض الماء نخفف عنها احتراره أحرص أن تأتيني بماء طهور لم تمسه أيدي هؤلاء السكارة ماذا؟ فعل ماذا الذي بيدك؟ إنه ماء يا سيدي ماء؟ ولمن تأخذه؟ إليهم طلبوه لعلاج احترار طفلة من أطفالهم تنتابها الحمى أريني؟ ألا تخجل بأخذها بنصف ما تتثل؟ أزيدها يا سيدي؟ لا، أنا أسيبها لك اقترب والآن خذها إليهم هيا ما بك بشمت خذها وليشفو مرضاهم بها هيا هيا لا تتريب علي فقد أمنناك فأتمنت وامتحناك فكنت ناصحا لنفسك لايث لايث السلام على أبي الأسود الدؤلي وعليك السلام ورحمة الله عليث ألا تدخل ما جئت ضيفا وإنما جئت لأطلب النفرة والنصرة النصرة؟ نصرة من؟ نصرة أبي عبد الله الحسين هيهات هيهات والله قد غسرنا الفوز معه وأخطأنا السبيل إليه ونحن في غفلة من أمرنا فما علمنا مقصده إلا بعد أن تلقفته سيوف الإثم والعدوان أفإن عاد الحسين وطلب إليك أن تؤمن أهله وتذود عنهم تجيبه يا أبا الأسود؟ قل يا ليث ما وراءك؟ قل يا أبا الأسود تهيأوا رحمكم الله وصابروا وانفروا وقاتلوا من هتك الدين وأباح حرمة المؤمنات والمؤمنين وأجازة لنفسه سبي حلائر رسول الله وعصى رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ومن تبعه إلى يوم الدين سيروا رحمكم الله بسم 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 الله وجعل العبيد بطاعتهم بلوكة إذا لم تتكلم أخسم لأشعر أنك تنظر إلى لحمك وهو يشوى أمام نظريك هيا أين الضغم بهم؟ والله لو كنت أعرف مكانهم وقطعتني إربا إربا لماذا دللتكم عليهم؟ أكشر أيها الوالد أينهم؟ إنهم ينزلون في قبيلة دؤل ويحك يا أبا الأسود الدؤلي تعلن ناصرتنا وتبثن عداوتنا والله لأجعلنك عبرة لشيوخ القبائل ووجهائها أحقنوا دماءكم وبعثوا إلينا بأل الحسين نسير بهم إلى الخليفة والله لن تبسوهم وفينا عرق ينبد إما أن ترجعوا وإما ننتصر أو نموت دونهم لا نأسف على حياة بعدهم ألا تتركينهم يا دره ولك الأمال أنت ومن معك لقد خبر قتالنا هؤلاء الأجلاف الذين معك فاستعذ بالله وارجع عن غيك أيها الوالي ودعنا نسير بآل الحسين إلى مدينة جدهن لعل الله يكفر عنك الله لا نذهب إلا وهم معنا إذن فأبشر أيها الجلف بباسي سيوفنا وطعن رماحنا هل تجتنين حياة أبن عزيز؟ لا ذودي عن بنات رسول الله يا ابنتي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز القبيث من الطيب قاتليهم يا ابنتي قاتليهم فأنهم فقوم نوح كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم ومن حاول أمرا بمعصية الله كان أفوة لما يرجى وأسرع لمجيء ما يحضر قاتليهم سنرى من يكون الخبيث أيها الشيخ الخلف أبي 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 أ اشتركوا في القناة 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 وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضا ألو إن الزهد في كتاب الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وما هي أفضل الأعمال عندكم هي أفضل الأعمال عند الله سبحانه فما من عمل بعد معرفة الله ومعرفة رسوله أفضل من بغض الدنيا وإن لذلك شعبا كثيرة وإن للمعاصي شعبا فأول ما عصي الله به الكبر وهو معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين والحسد وهو معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله فتشعب من ذلك حب النساء وحب الدنيا وحب الرئاسة وحب الراحة وحب الكلام وحب العلو وحب الثروة فصرنا سبع خصال اجتمعنا كلهن في حب الدنيا حتى قال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك حب الدنيا رأس كل خطيئة هل صدقت ما قال علي بن الحسين أن الله يبتلينا ليميز الصادق من الكاذب رأيناك تتكلم معه ماذا قال لك ماذا يقول رجل صبت عليه الابتلاءات صب قتلوا أباه وأحبته ثم وضعوا رؤوسهم في صناديق يراها كيف ملتفت ثم يحمد رب فإليك أفر ومنك أخاف وبك أستغيث وإياك وإياك أرجو داومي على مسح عيونها بهذا وستشفى بإذن الرب سأصلي من أجلها هل صبروا يا عمتي هل صبر إن شاء الله يا رقية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 لعبت اشتركوا في القناة 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 أينا شر مكانا وأضعف جندا يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النوائح هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أنا امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به هذه المرأة أما كان يأمر بصلبها لقد جرت علي الدواه مخاطبتك وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك لكن العيون عبرا والصدور حرا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد أقسم لألحقنك بأخيك مولاي لئن قتلتها انقلب الأمر عليك وتألب الناس ضدك وصار الأمر إلى غير ما تهب صحقا لها والله لا أكيد أنهم كيدا ما كاده سلطانا برعية لسنا برعيتك فكد كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وما شمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين أسكتوها أسكت الله لسانها أسكتوها إهدائي يا عم فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه هب لي تلك الفتاة يا مولاي أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي كذبت ولا أمت ماذاك لك ولا لأميرك يكون ذلك لي ولو شئت لدفعت بك إليه الله والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا وما أظنك إلا كذلك فلما لا تعلن ذلك أمام الناس إنما خرج من الدين أبوك وأخوك بدين الله ودين أبي وجد احتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما كذبت يا عدوة الله عدوة الله والله ما أنت إلا أمير مصلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق الله العلي العظيم لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأنّا منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا صبا هذه الأمة ومنا مهديها أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أن بأته بحسب ونسب أنا بن مكة وميناء أنا بن زمزم وصفة أنا بن من حمل الركن بأطراف الردى أنا بن خير من اقتزر وارتدى أنا بن خير من انتعل واحتفى أنا بن خير من طاف وسعى أنا بن خير من حج ولبى أنا بن من حمل على البراق في الهوى أنا بن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أنا بن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى أنا بن من دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أنا بن من صلى عليه ملائكة السماء أنا بن من أوحى إليه الجليل ما أوحى أنا بن محمد المصطفى أنا بن علي المرتضى أنا بن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله أنا بن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين أنا بن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل أنا بن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاصطين والمجاهد أعداءه الناصدين وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين وأول السابقين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وعلمة علمه سمح سخي أبطحي رضي مقدام قاطع الأصلاب مفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحة ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني بدري أحدي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين ذات هو جدي علي بن أبي طالب أنا بن فاطمة الزهراء أنا بن سيدة النساء أنا بن الطهر البتو أنا بن بضعة الرسول أنا بن أنا بن المرمل من دماء أنا بن صاحب هذا الرأس بني حكربلا قد بدأت تتلقى جزاء بغيك يا يزين أصرخ أصرخ كما يحل لك فقد حان لك أن تتألم أصرخ فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وما شمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين أفيد 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 ما هذا الصوت؟ ما هذا الصوت؟ لا أضخوا سماعها أحد إنها ابنة الحسين يا مولاي وتريد أباها؟ تريد أباها؟ حسنًا، ابعثوا به إليها ما بكم أن تقفاني كلب لها؟ ابعثوا به إليها لتراه إنها ابنة حسنًا 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 ابنة حسنًا ابنة حسنًا اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونبطي أحدث كلام زينب ثم كلام علي بن الحسين لغة كبيرة في الأندية والمجالس التي باتت تغلي كحميم البركان ذهبت مكانتي بين المسلمين تبا لكما ولمن استجاب لمشورتكما الآن عدمتم النصحة والمشورة قولا ما الذي يمكنني فعله أرى يا مولاي أن تفرد لآل الحسين بيتا يقيمون فيه ريث ما تنظروا في أمرهم أرى يا مولاي أن لا تبقيهم طويلا في الشام حتى لا تبكنهم من المين الإمعان في فضحنا بين الناس السلام عليكم يا أبناء العم وعلى من اتبع الهدى السلام لماذا تشيح بوجهك عني يا ابن العم ماذا تريد جئت لأعطي لا لآخر وماذا يمكنه أن يعطي من هو مثلك وأنت أفقر الناس حظا عند الله وأحطهم منزلة عنده ابن مرجانا الذي أنزلنا هذا المنزل فلو كان لي علم بما سيفعل لدفعت الحتف عن أبيك ولو بهلاك بعض ولدي لقد فات الفوت وأمرت بما نزعت إليه نفسك وقتلت أبي ومن معه فما الذي تريده ما أقل حياءك وأصلف وجهك ما أقل حياءك وأصلف وجهك تقتل أخي وأهل بيتي وتعطيني عوضا عنهم والله ما رأيت كافرا أو مشركا شرا منك ماذا تريدون إذن؟ أريد أن تعيد إلي رأس أبي وأن تعيد إلى النساء ما استلب منهن ففيها مواريث الآباء والأمهات وإن كنت تريد قتلي فأرسل مع العيال من يوصلهم إلى مدينة رسول الله أما رأس أبيك فلن تراها وما أخذ منكم لن يرد إليكم أما النسوة فلن يعود بهن غيرك وقد عفوت عنك عهدنا إليك برعاية وصحبة ودائع رسول الله إلى يترب حبا وكرامة يا مولاي لئن أخرجتهم نهارا يا مولاي تجمع حولهم الناس مودعين لربما أجعلوا من الناس سلطانا يحتمون به منك ويثورون عليك إذن في اليسر بهم ليلا في الظلام بعيدا عن عيون الناس مرني يا مرسول الله هل عرشت بنا إلى كربلاء فنجدد عهدا بقبر أبينا إني لأرجو الله أن يكرمني بهوانكم وقد استجاب الله لدعاء الإمام الحسين عليه السلام وأكرمه بهوان من ظلمه بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد صدق الله العلي العظيم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة